حسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره دينامو كييف الأوكراني في المباراة التي تأتي ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه النشامة في دبي تحضيرا لاستكمال تصفيات المونديال وتعتبر هذه المباراة الأولى التي يخوضها النشامة على همش معسكره الذي يمتد حتى منتصف الشهر المقبل وشكلت المباراة فرصة مهمة للبلجيكي فيتال بورك المانز حيث اختبر عددا من اللاعبين للوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية وإلى جانب مواجهة دينامو كييف فأن معسكر النشامة يتضمن عددا من المباريات الودية الدولية أمام طاجاكستان يومي الأول والخامس من شباط وأوزباكستان في الخامس عشر من الشهر ذاته توجى فريق العربي بلقب دور الدرجة الأولى لكرة اليد بعد فوزه على الأهل بنتيجة 24 هدفا مقابل 23 في المواجهة التي جمعت الفريقين يوم أمس في صالة الحسن في مدينة إربد ضمن الجولة الختمية من المسابقة تفاصيل أكثر في هذا التقرير بعد أن غاب عن خزائن هذا اللقب منذ عام 2000 العربي يحقق لقب دور الدرجة الأولى لكرة اليد المباراة الختمية للدوري والتي احتضنتها صالة الحسن في مدينة إربد كانت بنكهة مباراة نهائية حيث دخل كل الفريقين اللقاء وبرصيدهما عشرون نقطة مواجهة العربي والأهلي حظيت بندية كبيرة بين الفريقين ففي الشوط الأول لم يسمع أي من الفريقين لمنافسه بالتقدم عليه بأكثر من نقطتين لينتهي الشوط الأول بالتعادل بعشرة أهداف لكل فريق الشوط الثاني كان أكثر إثارة بين الفريقين فالأهلي وعلى الرغم من استمراره بالتقدم على منافسه في معظم مجريات الشوط الثاني إلا أن العربي خطف اللقاء في اللحظات الأخيرة ليرفع بهذا الفوض رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب فيما بقي الأهلي في المركز الثاني برصيد 20 نقطة الحمد لله رب العالمين الله أكرمنا بالدورة مبارح وحفظنا على الشقيقنا ناد الأهلي وكانت مباراة صعبة كثير على الطرفين الأهلي كانوا بدون اللقب وإحنا بدنا اللقب لازم أهمش نفوز على المباراة والأهلي لازم يفوز عشان يعني يحرز اللقب فالحمد لله رب العالمين جهود مباركة من إدارتنا ومن اللاعبين والكادر التدريبي وكل الشباب الحمد لله ما قصروا الحمد لله رب العالمين الله أكرمنا السنهاية بالحصول على كأس السوبة الأردني وعلى حصول على وطولة الدورة الأردني الحمد لله ما خصرنا ولا خسارة بالدورة ومشينا كويس بنشكر إدارتنا الموقرة اللي ما قصرت معنا وذللتنا كل الصعوبات حصلنا هذا الإنجاز بهمة شبابنا المتواجدين شباب عندنا شباب منهم ثئة شبابية ومنهم كبار اندمج الخبرة مع الشباب والحمد لله الله أكرمنا علما أننا النادي العربي لم يخسر ولا أي مباراة فرحة مشروعة عاشها لاعبو العربي بعد نهاية اللقاء وفي الختام سلم رئيس اتحاذ كرة اليد تيسير المنسي الميداليات الذهبية وكأس البطولة للاعبي فريق العربي عدل منظم بطولة أستراليا المفتوحة جدول المنافسات الممهدة لمسابقة أستراليا المفتوحة للتينس بما يتيح لاثنين وسبعين لاعبا خاضعين حاليا للحجر الصحي فرصا أفضل للاستعداد والتدريب ويخضع أكثر من ربع لاعبين المشاركين في البطولة للحجر لمدة أسبوعين بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا وأدت تلك الحالات الإيجابية إلى حالة من الفوضى في الاستعدادات للبطولة إذ اشتكى لاعبون من صعوبة التحضير للمشاركة ومن المقردر أن تنطلق بطولة أستراليا المفتوحة للتينس التي تأجلت ثلاثة أسابيع بسبب الجائحة في الثامن من شهر شباط المقبل اشتركوا في القناة